أما عبر صفحتنا على صفحة قناة الناس عبر تطبيق فيسبوك فجاءتنا مجموعة كبيرة من الأجوبة ومن التعليقات من داخل مصر ومن خارجها فمن خارج مصر من الجزائر عباس علي يجيب أيضا 53 عام وكذلك رهام عباس من طنطة تقول 53 عام فوقية أحمد من المنصورة تقول أيضا 53 عام وردة حمدي من القاهرة أيضا تقول 53 عام أمير أبو زيد من المحلة الكبرى يقول أيضا 53 عام محمد أبو الفضل من جنة هنا عندي وقفة على هذا التعليق قال 53 عام سني وكأنه يسأل أو يجيب عن العام السني سني الحبيث 53 عام أما عامه الروحي فقد خلقه الله سبحانه وتعالى وكان نبيا قبل أن يخلق آدم عليه السلام كما مر يبدو لي أنه يلمح إلى هذا الأمر وإلى هذه المعلومة الطيبة المباركة والإضافة الجميلة العظيمة نور المدينة من المدينة المنورة أيضا تجيب أحمد سمير من بهتيم كذلك روان من قنى ومحمد حسن من العبور مريم عمران وأيمن المصري من مدينة دمشق من سوريا الحبيبة وأيضا أيمن عمامرة من الجزائر كذلك يجيب ومرتضى من السنغال أول مرة معنا اليوم من السنغال فأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ مرتضى كذلك جؤنة العطار من المدينة النبوية المباركة وكذلك بدور من الجزائر ورميسة ونسمة طيبة من المدينة المنورة خديجة الحمصي من السويد أهلا وسهلا ومرحبا سمر سليم كذلك من بنغازي ويوسف جميل من العاشر من رمضان كل هؤلاء الأحبة المباركون والأخوات الفضليات كلهم جاوبوا أن عمر الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 53 عام كذلك الاتصالات معنا ننتظر كل محب للحبيب الأعظم صلى الله عليه وصحبه وسلم يجيب عن هذا السؤال المبارك بعد أن سمعنا من أحبابنا في الشارع المصري وهم يجيبون عن حضرة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وصحبه وسلم عاش أربعين عام في مكة المكرمة قبل الهجرة وقبل البعثة ثم بعث صلى الله عليه وصحبه وسلم على رأس الأربعين وعاش في مكة بعد البعثة إلى الهجرة ثلاثة عشر عاما فالإجمالي يكون ثلاث وخمسين عام هذه هي الإجابة الحقيقية والصحيحة عن هجرة الحبيب الأعظم وعن عمره الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاصل وأعود إليكم إلى فقرات كثيرة ولكن قبل أن أذهب إلى هذا الفاصل المبارك أنظر وأستمع إلى أحباب قلبي من كافة الأقطار أسماء من المنوفية أهلا وسهلا ومرحبا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عمر النبي علي أبد الرسولة والسلام كان 53 عام عمر سيدنا النبي 53 عام يا أسماء جزاكم الله خير أكرمكم الله سيدة نادية من الأليوبية أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام والإكرام يا دي النور أهلا وسهلا يا مرحبا بيك بنر سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم كم عمر سيدنا النبي 53 عاما أحسنتي 53 عام جزاكم الله خير وهنا في ملاحظة مهمة جدا العام والسنة سنتحدث عنها بإذن الله تبارك وتعالى بعد أن أخذ هذه الاتصالات هذه الأجوبة المباركة بعد هذه الاتصالات وهذه التعليقات الجميلة كلهم يقولون 53 عام ولا يقولون 53 سنة لأن العام هو الذي يغاث فيه الناس كما في صورة سيدنا يوسف عليه السلام والسنة هي التي فيها تعب تزرعون سبع سنين دأبة فيها تعب وفيها مشقة وكأنهم أدبا مع حضرته الشريفة يقولون عاش 53 عام في المدينة في مكة المكرمة وكأنها أعوام كلها خير وبركة وسهناء وسرور مع ما كان فيها من مشقة وعناء في نشر هذا الدين الحنيف أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بسيرة الحبيب الأعظم وشمائله صلى الله صحبه وسلم فاصل ونعود بإذن الله تبارك وتعالى لنطرب ونستمتع بالإنشاد والمديح النبوي في هذه الصهرة الطيبة المباركة فكونوا معي ولا تذهبوا بعيدا ولا تنسوا أن تصلوا على من صلى الله سبحانه عليه قالت سبحانه تبارك وتعالى في علاه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما